كيف كانت تحياتي لكم و السلام عليكم روسيا ابتكرت طريقة جديدة لإسقاط المسيرات الأوكرانية وهي تدريب السقور على إسقاط المسيرات شايفين قدامنا سقر صعدة إلى مسيرة واسقطها وزي ما انتم شايفين هذا فيديو يعني روسيا بتستخدم يعني كلاب البحر في الحرب وبتستخدم السقور وبتستخدم حاجات كثيرة جدا يعني حاجات خارج الصندوق وروبورتات انت عارفين طبعا هنشوف حاجات جميلة وحاجات حصرية وحاجات طازة ايضا فيديو مدرعات من تركيا يعني إلى روسيا كما نرى أمامنا مدرعات على قطارات إلى مدرعات من تركيا إلى أوكرانيا كما نرى أمامنا مدرعات من تركيا إلى أوكرانيا ودي مساعدات من تركيا أو مبيعات أسلحة الله أعلم المهم هذه مدرعات ويعني زي ما انتم شايفين هذه الصورة لا تكذب ولا تتجمل طيب احدى عندنا اشياء كثيرة ومهمة قبل ما نتكلم عن الاخبار عن الارض هنتكلم طبعا عن الاخبار وما يحدث على الارض لكن اقولكم على حاجة جميلة جدا لما اعرضت فيديو ماريوبل والتطور الذي حدث امامكم الان تطور كبير الذي حدث في ماريوبل امامكم البعض ما صدقش من البعض قالك ازاي في فترة وجيدة اصبحت مدينة ماريوبل المدمرة سابقا الى هذا الجمال ارائع بصراحة حتى انا كنت مزهول لكن جاءني ارد من ماريوبل نفسها من داخل ماريوبل بيقولك بعد السيطرة على مدينة ماريوبل اه طيب انا ارى لكم الخبر بالزبط زي ما بكتوب اه بيقول لي ايه شوف حضرتك بعد السيطرة على مدينة ماريوبل حيث اتخذها النازيون والرهابي الناتو قاعدة محصنة لمواجمة القرم اتضح بانه لم يجري اي تحسين للبنى التحتية للمدينة النازيين لم يحدثوا لم يحدثوا المستشفيات ولا المدارس ولا قطاع الاتصالات ولا الصناعات حيث اه استولى يعني اه زيلينيسكي اه او شخص على مصنع ازوفستال وانتعرفين جنسيته وبدأ كمان هو اه استولى بالاونطة ببلاش وهو نفسه من اوجد زيلينيسكي ودعمه رئيسا يعني من استولى على مصنع ازوفستال دعم زيلينيسكي رئيسا كما اتطرح بابن الهدف من عدم تجديد البنية التحتية بشكل خاص في الدونباس وبشكل عام اجبار السكان على اخلاق المنطقة اه والهجرة او الموت كان هدف في اخلاق منطقة الدونباس لتسكين شعوب اخرى عندما انضمت المناطق الاربعة الى الام بدأ الاعمار حيث ورسلت كل مقاطعة روسية ومدينة راقم متكامل من المعدات والمواد وكل مدينة بدأت باعمار منطقة بعيدها كل مدينة بدأت مجمعات سكنية ومنهم الطرق ومنهم من اخذ المستشفيات ومنهم من يعني الاتصالات والحضائق وملاعب وهكذا استلم المواطنون شقاقهم كاملة متكاملة مجانا هذا ما سوف يحدث عندما تحضر كامل اقاليم اوكرانيا ان شاء الله كل عام محاضراتكم بخير سلام من روسيا هذا هو سلام لكم يعني من روسيا بيقول لكم ان المقاطعات دي تم عمرها زي كل مقاطعة في روسيا اخذت جزء من الدونباس من منطقة ماريوبل البعض صلح المستشفيات والبعض صلح الطرق والبعض صلح المباني الى ان استلم المواطنون شقاقهم كاملة بالاساس بكله مجانا ولم يدفعوا مليما واحدا هذا ما حدث في الدونباس شبه معجزة وعجاز البعض بيقول لك في بلادنا احتلت عشرين عام ولم يحدث فيها اي بناء تحتية ليه روسيا عمرت ماريوبل لان روسيا بتعتبر ماريوبل دي بلدهم والناس دولة لسهم وان البلاد دي عمرها ما ترجع لأوكرانيا تاني وان هذا هي روسيا التي تريد ان تظهر للعالم انها لم تحارب للحرب ولكن لتحرير هؤلاء السكان طيب هنشوف قدامنا فيديو ايضا لأصر قائد كبير من قوات الأوكرانية كما نرى امامنا في الفيديو اصر قائد كبير واحنا بنشوف فيديو اصر قائد نكمل الاخبار نكمل الاخبار كما نرى امامنا اصر قائد كبير من قوات اوكرانيا والدفاعات الروسية بتقول لك الطيرون البلاد روسيون مستعدون لاستخدام الزخيرة النووية اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم ان الطيرين البلاد روسيين اكملوا التدريب على الاستخدام العملي للزخيرة النووية بالطيرات الهجومية من طراز سوء 25 وعشرين وهكذا نرى يعني تدريبات في روسيا وبيلا روسيا استعدادا لتوسيع رقعة الحرب والوزير سرغ شويرو كان يتفقد مصانع الاسلحة وايضا اسطول المحيط الهادي الروسي يستعد على قدم الوساق لأي منوشات او لأي اوامر جديدة من القيادة السياسية في روسيا قانون جديد فيه الجزائر يشدد الرقابة على عمل الصحفيين تقارير اعلامية ان البرلمان الجزائر يقضى قانونا جديدة من شأنه تشديد الرقابة على عمل الصحفيين ونقلت رسالة اعلام عن الحكومة الجزائرية تأكد على ان القانون اساسي لضمان الممارسة الحضر للعمل الاعلامي بموجب ضوابط قانونية في منظمة مراسلون بلا حدود يعني البعض ينتقد القانون والبعض يمدح القانون انتم يعني الجزائريين هم يعني من حقهم مدح او انتقاد القانون البعض يقول لك بيقول لكم اراء بعض الصحفيين البعض يقول لك يشاري لان القانون يحضر على وسائل اعلام الجزائرية تلقي اي تمويل او دعم مادي من جهة اجنبية ويمنع مزدوجية جنسية من حق ابتلاك او المساهمة في ملكية وسائل اعلامية في الجزائر ده حاجة مش وحشة ده حاجة كويسة عشان التمويل الخارجي والناس اللي بتلعب وحاجة تعمل حاجات مش كويسة المقابل ايضا الناس ايضا بيقولوا اه سلبية بعض مواد القانون يتضمن الكشف عن المصادر للقضاء اذا طلب ذلك يعني اه لو واحد نشر خبر والقضاء طلب منه المصدر لابد ان يكشف عن المصدر وده شيء مش وحش يعني ده حاجة كويسة طيب اه يعني اخبار اوكرانيا وروسيا على الارض اه نقول لكم حاجات سريعة جدا 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 علشان تبقوا عارفين اه القوات الاوكرانيا الروسية قضت على حوالي اه خمسمائة مسلح من الكوات الاوكرانية وطبعا في اماكن متفرقة ويعني شغالها على قدم وصاق في اسقاط المدرعات ويعني الطائرات وكل السبل المتاحة لتحرير منطقة الدونباس يعني نزلة برد شديدة لكن ان شاء الله خير وتحياتي لكم اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدثكم زريف الهديب تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة